هي دلوقتي عرفت هتتقبل ازاي يعني ايه يعني انا دلوقتي عرفت ان جوزي متجوز عليها هعمل ايه نفسيا يعني خلاص حطيت بالظلم والخداع وكل حاجة في الدولة نفسيا هتحتاجت اتصلح مع نفسها وتحط الموضوع في حجمه الحقيقي اه ايه بقى حجم الموضوع الحقيقي ايه ان احنا نتقبل الواقع بتاع خلقة ربنا اللي انا دايما كنت اقولولك في حلقات سابقة انه الرجل مخلوق والمرأة مخلوق بني قدمين ولكن ده ليه طبيعة وده ليه طبيعة الاصل في المرأة وده في الشرع ان الستة تحب رجل واحد وتتجوز رجل واحد ومعندهاش تعدد ازواج فهي الكتالوج بتاعها والبرنامج اللي شغال في عقلها الواعي واللواعي وفي مشاعرها ان هي مصممة ومخلوقة على انها تحب رجل واحي ما تشوفش غيره ده الاصل في الامور الرجل البرنامج بتاعه والمصمم على انه يقدر يحب اكتر من حد وفعلا هو بيكون صادق الستة مش قادرة تقبل ده لان هي مش راجل فعمرها ما هتحس بمشاعر الراجل والراجل عمره ما هيحس بمشاعر المرأة يعني الراجل يحب يسمع قوي انت كل حياتي انت دنيتي انت انا مليش غيرك يعني لان هو ده حقيقي فعلا لكن الراجل لما يقول للستة انا مش شايف ست غيرك ده راجل بنحطه في محمية طبيعية يا حلو اوي عجبتني بصرع مهمية طبعا لانه عدد الرجالة اللي هم لقى بس يا بنتي دايما في ناس كويسة وناس نص نص وناس مش كويس الاصل في الامور انه الحب الحقيقي سواء كان رجل او امرأة ده في وفاة وإخلاص وتفاني وقصة تانية خالص احنا هده مش بتكلم عن الحب الحقيقي هده منتكلم على العلاقات اللي كانت مفروض انها ماشية كويس بس اصحينا منهم لقيناها بتتهدى على دماغنا اوكي فنعمل ايه نقبل انه الرجل من طبيعة مختلفة مش معنى انه هو تجاوز عليك ان انت فيك حاجة نقصة لأ هو اللي عنده طب لو هو قال لها لا فعلا انا حسيتك مثلا مش مهتمية بيا لا بصي اقولك بقى رجالة انواع في الحتة دي يعني خليني اقولك هنا انواع الرجالة في الحتة دي في رجل بيبقى حقاني فيقول الحقيقة فعلا اه فيقول لها انا اسف انا انا اللي عندي متطلبات انت مش مؤثرة في حاجة بس انا غصبا عني محتاج اعمل كده ومش عايز اعمل حاجة تغضب ربنا ده نوع من ده رجل يتسالفه الرأس يعني نشكره جدا فيه راجل تاني عشان هو غلطان وعمل خديعة ومش بيواجه فدايما وهو بيبيع الفكرة دايما للزوجة التانية والمجتمع ان التانية فيها العبر ان الاولانية دي فيها العبر اهو لازم يلاقي شماعة علشان خاطر ده اللي هو بقى المصباح لنفسه ده رقم اثنين اللي هو يعني نفسه حلوة عاوز ياخد من كل هو بسي كل واحد يعني ما احنا قولنا برضه انه البني ادمين نمازج باترنز جدالي وارقام علماء النفس الحديث بتوع تات جيمز قسم الناس لارقام يعني ارقام يعني ايه يعني فيه نموذج رقم واحد نموذج رقم خمسة نموذج وهكذا لان احنا مفيش حد فينا بيقول اتنين اخوات ومختلفين يعني فيش حد فينا شبه التاني ده نموذج رقم كام بقى احنا من غير يعني هقولك واحد اتنين تلاتة وبس كده فاول اولاني ده رجل حقاني وعارف ان هو رجل وليه احتياجات مختلفة وبيمر بحالة ما من نوع مشاعر معين فهيكون امين مع امرأته ويروح يقول لها انا في حياتي بامرأة تانية وده مش هينتقص من قدرك شيء وانا متمسك بيكي وحيكون فائر جدا فده نشكره ونحاول يعني نتعامل بحكمة مع الموضوع الرجل التاني شكرا برضو عمالة يعني انت بتقولي ما عمالة تخيل 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 داخل علي ولي اصلا بشكرك وبحبك ومش هنتقص من قدرك حاجة اصلا بشوف من ده كتير اه انا كنت لسه حتقالك اغرب حاجة اسمعتيها وشوفتيها بس هي الفكرة نوزيتها بالبنية باقحنا عشان ثقافت بص يا دعاء برضو خلينا حقانين انا برضو مش عايزة الناس تزعل ميني بس والله هي دي الحقيقة بس حقيقة مره حقيقة توجه مره علشان احنا مش فار احنا مش فار لأ مش هقولك حقولك لأ مش عايزة ما تتحكم فينا لا لا الايجو والله ايجو بيبقى عندنا عند الست الوقت انا لا تعملش فاك كده انا سبعني مش متكبرين او يا فلا وانا لا تعملش فاك لا انا بقول ان كل ست عندها حرية اختيار تقبل هذا الشيء اولاد تقبلوا ده بشارع ربنا ده مش رأيي ده بشارع ربنا طيب فهي ليها كل حق نعمة تقبلوش ولكن بدون حرب بدون بدون حرب بدون حرب اوكي خصوصا عاوزنا تنفصل باحترام باحترام ليه بقى الانسان لو فيه اولاد خصوصا لو فيه اولاد اوه لا ده بيعاقبوا يعني عشان حرام نرحم اولادنا بيتلعوا يا حرام زوجها بالنوع مش هتشوف اولادك بابا ده ما تنسوك ده بقى كتير اولاد اشتركوا في القناة